فك فريق الناد البحري النحسى الذي لازمه طيلة الأدوار المواطية بعدما حقق فوزاً لامعاً على ضيفه فريق الجنسية بثلاثة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما على ملاعب التدريب في مدينة البصرة الرياضية لحساب الجولة السادسة من دوري درجة الأولى العراقي بكرة القدم الحقيقة مبروكة أنه هارد لك لفريق الجنسية الفريق المحترم المرتب صحيح اليوم الأداء مو بالمستوى المطلوب لكن الحقيقة شنن نحتاج للنتيجة لأن كل مباراة جاي نأدي على أعلى مستوى مع الفرق وجاي استنزفنا نقاط في تعادلين إلى ثلاث تعادلات لكن لله الحمد لله يوم الفوز يجى بتكاتف الجميع الهيل إدارية وكادر التدريب والفن والإداري والطبي واللاعبين الحقيقة ما قصروا بس الفوز يجى بوقت إن شاء الله مبروك الفوز يمكن نحن أكثر فريق قاعد نلعب مبارياتنا داخل أرضنا ونكون زينين ونخسر فالحمد لله اليوم يمكن نوعا ما كنا أغلب وقات المباراة مزينين لكن الحمد لله أهم شي اليوم الفريق توفق وريد نحاول نوصل للمراتب الأولى لأننا فريقنا اليوم طموحها هو الصعود الصعود لغير وإن شاء الله القادم أفضل لنصحح من أخطائنا إن شاء الله لله شكر أشكرا لكال التدريبة أشكرا للجمور لأننا نحن ثالث لعب عندنا بهال المديرياضي بالبصرة بصرتنا أول فوز نفوز يعني نقام الضغوطات علينا زايدة وريد نفرح المحافظة للبصرة لأننا نحس بك فريق ثالث ومن طرف ثالث على مصعد للدور النخبة الحمد لله شكر ربي قدمنا علينا وتسهيل من الله مبروك النادي البحري وخاردك قدر الله ما شاء فعل قدمنا مباراة جيدة جاي نعاني من ظلم الحكام يعني مباراة السابقة المباراة اليوم يعني ما أعرف شي متخصديني ما أعرف يعني مو 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 طبيعي يعني جاي نعاني يعني بشكل فضيع يعني ديج مباراة سابقة دقيقة ستسعين ضيف للدعش دقيقة حسي شفتوا أنتم مقابيكم الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر هي ظروف مباراة صارت وسوء الحام بعد الحمد لله والشكر إن شاء الله نعود بمباراة السابقة